أخطر ما يهدد صناع المحتوى هم جراتي من اليوتيوب خاصة وحثالات النت بصفة عامة تابع معي لتفهم المزيد بعد فاصل القصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة تيمة فاميلي مرحبا بكم من جديد في درس جديد قبل اشتراع في الدرس ارجو منكم في البداية ان تشتركوا معنا في قناتنا وتضغطوا على زر الاعجاب وتفعيلوا جرس التنبيلية سلكم كل جديد بعجالة سيكون هذا الفيديو عبارة عن تقديم لبعض الامر الغرض من هذا الفيديو اولا هو ازالة اللبس والضبابية عن الفيديو الذي سنتشره لي بعد قليل وهو موضوع الذي سنتطرق له وهذا الفيديو ثم تقديم بعض التوضيحات بخصوص ما راجع في الفيديو ثم تقديم شكر للذين شجعوني وقدموا تصويبات وملحظات ونقد بناء ثم في النهاية سأتكلم وبمرارة عن ما سميتم بجراتيم اليوتيوب وسنفصل ذلك لاحقا إذن وبعجالة إخوتي كان سبب نشر هذا الفيديو الذي هو موضوع درسنا اليوم وأنه كان ردة فعل سريع عن عدم قابول قناتي لتحقيق الدخل مع عدد من القناوات ذلك الأسباب ذكرتها في الفيديو هو وضع خلفيات موسيقية رغم أنني عندي حقوق ولكن شفاهيا وكان هذا التدخل الارتجالي وتلقائي للأسف ما غاضني أيضا وكثير من القنوات ذات نفس المحتوى تضع خلفية موسيقية وتقبل ومقبولة أنا أرى يبحثوا جيدا ستترون الكثير من القنوات التي تحقق الدخل وفيها خلفية موسيقية لفنين معروفين لماذا نحن الله أعلم هذا هو كان سبب تدخل السبب الثاني لنشر الفيديو والرغبة في تقاسم تجربة مع أصدقائنا المبتدئين في هذا المجال حتى لا يقعوا في نفس الفخ الذي وقعتوا فيه فكان هذا الفيديو بمثابة فيديو تحذيري ثم أيضا من دواعي نشر لهذا الفيديو هو الرغبة في الحصول على أجوبة بخصوص مشاكل قابل القنوات ورفضها وكذا لآخرين من خلال أرأى المشاهدين من أهل التجربة إن الذين لهم تجربة وإذن فالغرض وتبادل الخبرات والتجاري إذن ألخص هذا الفيديو كما قلنا لثلاث أمور أولا كان قردت فعل ارتجالي تلقائي عادية هو فيديو تحذيري ثم أيضا وتبادل الخبرات والتجاري فقط هذه الأسباب مباشرة بعد نشر هذا الفيديو حصد مشاهدة لا بأس بها بالمقارنة مع الفيديوهات التي أنشرها كما يعني حصد تعليقات سأركز على تعليقات هنا فقط الإيجابية والهادف أولا وقبل كل شيء أنا أتقبل النقد البناء والهادف ولكن لا أتقبل النقد الهدام لتانيا أعجبتني التعاليق المشجعة من قبيل واصل أخي قناتك جميلة إلى آخره وهناك بعض التعاليق البناء من قبيل مثلا سأخذ بعض الأمثلة مثلا هذا أخي يقول يا أخي حينما وضعت فيديو لأغنية حصدت 190 ألف مشاهدة وحينما تضع محتوى آخر لا تزيد المشاهدة عن 100 في أفضل أحوال وهذا ما يبين عقلية المشاهد العربي فعلا أنا أوافقك الرأي 100% يعني هذا نقد جميل وتصويف جميل آخر يقول يا أخي لا تحذب الفيديوهات كلها ضعها في الخاص على الخاص حتى لا تبقيت مشاهدة سابقة وعمل تعديل من خلال الاستعانة بالمكتبة الصوتية المجانية لليوتيوب آخر يقول البعض من من وصلهم للفيديو يقول لا تقلق فكل من رفضت قناتهم مؤقتا وصلت من رسالة القائية مفادها محتواك منسوخ أو متكرر يعني أن المصيبة إذا عمت هانت البعض يقول اصبر ستصل إن شاء الله فقط صحح ما طلبا بينك يعني تشجيعات جميلة وما شجعني أكثر وأن بعض من شاهدوا الفيديو وقاموا بالاشتراك مباشرة في القناة وهذا ما يحفز ويشجع إذن هذه بعض التعليقات الجيدة والبناءة والتي فيها نقض يعني معقول وبناء وهؤلاء النوع المشاهدين وحييهم تحية عالية من القلب وصلنا الآن إلى الموضوع الرئيسي الذي من أجله وضع هذا الدرس وصلنا إلى الحديث عن أكبر خطر يواجه المبدعين وصنع المحتوى سواء على اليوتيوب أو غيره وهؤلاء معداء النجاح المتطفلون حثالة الشبكة العنكبوتية وسميتهم مجازا بجراثيم اليوتيوب هؤلاء هم أعداء النجاح الذين لا يعرفون سوى الانتقاد الهدام وكتابة التعاليق الممسوخة والصبيانية التي لا وجات لها ولا محللها من الإعراب تعاليق مهدمة كما قلت ومحطمة سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد هؤلاء الجراثيم يشتكي منهم كل صنع المحتوى خاصة المشهورين كمثال في المغرب مثلا سأعطيكم مثال لبعض اليوتيوبرز الناجحين مثلا قناة بريزما هذه قناة بريزما للمعلومات هذا الشخص لاحظوا معي وصل إلى 246 ألف اشتراك ويقول ويحكي في أحد الفيديوهات بأنه في بداياته كان المشاهدون الذي نشاهدنا يعني هذا الجراثيم على الجراثيم ينعتونه بصاحب الأذنين الطاولتين بالحمار أعزكم الله وبصاحب الوجه الممسوخ أعود بالله من الشيطان الرجيم يعني يركزون على الشكل ويتركون المحتوى لكنه استمر حتى نجح ووصل إلى إلى قناة يعني ناجحة جدا كما ترون ويحصد في فيديوهاته لاحظوا معي هنا مائة واربعة عشر ألف إلى أخيري سبعة آلاف سبعة عشر ألف وهذا جيد المثال الثاني هو حوث حوث للمعلومات هذا الشخص يعني بسبب هؤلاء الجراثيم أقفلت قناته وقد وصل إلى اثنين مليون ونصف مشترك قناة كبيرة جدا وناجحة بسبب هؤلاء الجراثيم أغلقت قناته لكنه استطاع يستعيدها بمجهوداته وبتقديم تبريرات لإدارة اليوتيوب هناك صديقنا في قناة المحترف راغيب أمين هذه قناته وهو أيضا وصل إلى اثنين ونصف مليون تجاوزها وفي يعني بسبب هؤلاء الجراثيم يعني ماذا وقع له لاحظوا معي ملامحه لاحظ في هذا الفيديو لاحظتم معي كيف أنه بدأ يبكي بسبب هؤلاء الجراثيم وقرر أن يعتزل لكنه تراجع بسبب يعني ضغط طرف المتابعين لأنهم يعرفون يعني نتقلم عن المتابعين الشرفاء الذين يشجعون المبدعين لأنه قرر أن يأخذ فترة للتفكير وتجاوز هذه المحنة النفسية بسبب هؤلاء الجراثيم إذا كان الأمر مع المشهورين بهذا الشكل فكيف سيكون حل مبتدئين في الميدان فهؤلاء يعتزل اليوتيوب من أول ولا بسبب هؤلاء الحسد خاصة في العالم العربي لأن هؤلاء الجراثيم يعتقدون بأن صانع المحتوى يجدي المال على داره وكأنه هو الذي يعطيه المال من جيبه كما أنه يبخل عليه بالاشتراك والإعجاب وكأن يديه مشكلتين هذا إذا كان قد شاهد قناته أو الفيديو منك من يسمع فقط ويدخل ويكتب تعليق لا يشاهد ولا فيديو عكس الغربيين يا إخوان الذي يشجعونه كل مبادرة ولو كانت ناقصة خاصة مع المبتدئين وانظر يا أخي مثلا كيف النوم يصفقون بحرارة على آخر متسابق في حلبة الصباق ليشجعوا على إكمال المشوار والوصول لخط النهاية أما نحن العرب فعلينا السلام ونختم يا إخواني هذا الفيديو بتقديم يعني نصيحة لهؤلاء الجراثيم وأعداء النجاح أولا أيها الجرطومة راجع نفسك وعلم أن الجمل لا يرى ظهره وعيوبه ومع ذلك ترى ويضحق على من هم مثله فكل إنسان لهنا واقس وعيوب ودائما أترك هذا الجنب السلبي وبحث عن المزايا ولا تنظر للوردة من شوكها فهناك أشياء جميلة فيها مثل كلونها ورئيحتها ثانيا أخي عوض أن تنتقد الناس وتمضي يومك في توزيع الشتائم والتعليقات الممسوخة اذهبوا وعمل ربع ما يصنعون وكن إيجابيا ثالثا أخي إذا كنت لابد ستنتقد فكن رفيقا في نقدك واجعل نصيحة بناء للغير رابعا مهما انتقت فلن تحصل على شيء ما دام تلقى فلتسير فالكلاب عزكم الله ستظل خلفها نابح خمسا تعالقك المفشلة أيها الجرطومة دليل على الطراب شخصيتك ونفسيتك للأسف وعليك أن تعالج نفسك وختاما أنصح نفسي وغيري من صنع المحتوى بعدم الالتفاة لمثل هؤلاء الجراتم كما قلنا ومواصلة الطريق للوصول إلى الهدف وشكرا لكم جمعنا لحسن الإنصات تحياتي للشرفاء من أعماق قلبي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة